الكوليرا تطل برأسها من جديد على حضر مو لكنها هذه المرة مصحوبة بالدفتيريا أو ما يعرف بالمرض الخنة الذي يسجل حضوره الأول في هذه الرقعة الجغرافية بعد الكشف عن حالات مؤكدة لأشخاص مصابين وفدوا من خارج المحافظة طبعا جاءت هذه الاندارات بناء على بلاغات من وزارة الصحة اليمنية وأيضا وصول حالات من محافظة شبوة المجاورة إلى مستشفياتنا في ساحل حضر موت سواء حالات كوليرا عبارة عن 5 حالات كوليرا أو حالات دفتيريا عبارة عن 7 حالات دفتيريا وصلت إلى مستشفياتنا المخاوف من انتشار الدفتيريا وعودة الكوليرا مرة أخرى إلى حضر موت التي كانت قد أعلنت خالية منه العام الماضي تتعزز بصورة أكثر في المناطق المصنفة صحيا بالمناطق ذات الخطورة والتي تضم كلا من مديريات حجر وبروميفع والريدة وقصيع ليس فقط لكونها محاذية لمحافظات سجل الوباء انتشاره فيها بل أيضا لأنها تشكو أساسا من ضعف منظومة مياه الشرب النظيفة أول شيء نحن قبل خوالي ثلاثة يام نزلني إلى بروم ميفع منطقة التماس بمنطقة شبوة لأن الناس الوافدين من شبوة لازم يكون عزلهم في منطقة ميفع وعملنا مركز عليه في منطقة ميفع نحاول نعمل في منطقة قصيرة أو في مستشفى الشهر نعمل مركز من الناس الوافدين من المهرة لأن نصول المرض بيشكل لدينا كثير من المصائب لأن توجد لدينا مناطق خطرة التحديات التي يفرضها الوضع الوبائي بالمحافظة دفع بالسلطات إلى التسريع في رفع الجاهزية مستشفياتها الرئيسية نحن قمنا بتعزيز جانب الرصد الوبائي عملية التحسسة لدينا فرق الاستيابة في كل مديرية عملنا تعميم لمدرأ المستشفيات بأن السياسة العلاجية كل طبيب لازم يفهم أيش الخطوات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في عملية المعالجة للحالات وتشمل خطط الطوارئ الاحترازية التي فعلتها السلطات تشكيل غراف عمليات مشتركة بين الصحة وباقية الجهات الحكومية ذات العلاقة كالمياه والصرف الصحي والنظافة والإصحاح البيئي والأشغال العامة تكثيف التوعية الصحية لدى المواطنين وإعداد مراكز للعزل في المستشفيات الرئيسية وأخرى للرصد والمعالجة بالمديرية هي أبرز ملامح الخطة التي تعتمد عليها السلطات الصحية في حضر موت في جهودها الوقائية لمنع أي ظهور للأمراض والأوبئة كالكوليرا والدفتيريا محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلة